الحقيقة وأنا بتكلم على كأس الربطة قبل بس ما تكلم عن هذا الموضوع من كام يوم وأنا الحقيقة كنت أقصد أن أنا ما تكلمش باللسان حد من اللي أنا هتكلم عنهم يعني لكن من كام يوم كان معايا النائب أحمد دياب رئيس يوم الثلاثة اللي فات أو يوم الأربعة يوم الثلاثة يوم الأربعة اللي فات ماشي يوم الأربعة كان معايا النائب أحمد دياب رئيس روابطة الأندية المحترفة وكان معي مع حضراتكم هنا على الوقت مباشرة والراجل تكلم وكلمت معاه في كل الانتقادات أو في كل النقد الخاص بالقرعة ومش القرعة وكل حاجة فيما يخص الربط دخل معانا الكابتن عماد متعب كابتن عماد متعب مش أنا اللي حتكلم عن عماد متعب الحقيقة عماد متعب زي ما حضراتكم عارفين واحد من أهم وأفضل النجوم في النادي الأهلي وفي مصر في النادي الأهلي وفي مصر كل جمهور النادي الأهلي بيحب عماد متعب الحقيقة بدأ في الاهلي وبطل في الاهلي بالمناسبة عماد فعماد متعب قبل احنا دايما بنتكلم احنا أصدقاء يعني أنا وعماد عماد أخوات صغير يعني فبنتكلم كتير وكلمت مع النقب أحمد دياب وكان هناك كلام عن أحد الأشخاص أو أحد مقدمي البرامج الرياضية خلاص اللي موجودين في أحد القنوات المصرية ليست قناة النادي الأهلي طبعا كابتن عماد كان بيقولي أنه كان بيتكلم معاه وكذا 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 وفهمه كل حاجة وقاله تمامه كل حاجة ولكن في نفس الوقت طلع انتقد نقد غير بناء غير بناء هو قال لي ما عنديش مشكلة أن كل الناس تنتقد وده كان كلامي برضو مع النائب أحمد دياب فالحقيقة لما كابتن عماد دخل أنا شخصيا كنت عارف هو بيتكلم أنا ما قدرش طبعا أقوله وكان بيتكلم على مين ولكن أنا كنت عارف هو بيتكلم على مين وكنت عارف أنه لا يقصد أي حد من جمهور النادي الأهلي وكنت عارف والحقيقة أحمد لما يخش يتكلم في قناة الأهلي تحديدا دايما دايما الناس بتبقى عارفة قد إيه أحمد متعب بيحب النادي الأهلي وبيحب هذا الكيان واحد عاش وتربى وحيعيش وحياته كلها حتى لو بيشتغل في العمل العام فلازم يبقى دايما موازن في الأمور ولكن هو حبه يعني حبه بقى يعني ده حياته دي حاجة بتاعة ربنا مش حاجة تانية فالناس عارف أنه لما عماد يخش يتكلم هيتكلم أكيد مش على حاجة تخص النادي الأهلي وممكن يكون متضايق من حد معين حاجة معينة اتكلم عنه